وطالبات الصف الثالث التجاري أهلا ومرحبا بيكم في برنامج في بيتنا مدرسة اليوم بنستكمل شرح مقرر الاقتصاد لشعبتين القانون والإدارة الحلقة الماضية اتكلمنا عن التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي ونهينا الحلقة وإحنا بنتكلم عن علاقة التنمية الاقتصادية بتلوث البيئة واستعرضنا أنواع تلوث البيئة وقلنا أنها بتأثر بالسلب على التنمية الاقتصادية وبالتالي لازم الدولة تتدخل وتعمل حماية البيئة من التلوث لازم الدولة تتدخل عشان تعمل حلقة ربط بين آليات السوق وتحافظ على البيئة من الأنشطة الاستهلاكية والإنتاجية المختلفة وتقلل التلوث المصاحب للاستخدام غير الكفر للمواد طب الدولة هتعمل إيه؟ علشان تواجه عملية تلوث البيئة بتعمل حاجة اسمها حوافظ اقتصادية تعريف الحوافظ الاقتصادية هي إيه؟ هي أدوات الغرض منها ترشيد استخدام البيئة وصيانتها والتحكم في مصادر التلوث المختلفة اللي بتهدد النظام البيئي الكلمات اللي أنا كتبها باللون لازرق دي هي مفتاح التعريف يعني التعريف الموارد الحوافظ الاقتصادية أدوات الغرض منها ترشيد وصيانتها ليه للتحكم في مصادر التلوث المختلفة من أهم الحوافظ الاقتصادية فرض طريبة على سبب التلوث أكثر الأدوات كفاءة وأقلها تكلفة في أي برنامج لمقافحة التلوث إن أنا أفرض ضريبة يعني إيه؟ كل ما المصنع كل ما أنت مسبب للتلوث ده أنا هفر الضريبة عليك لو شيلتلي سبب التلوث ده أنا هشيل الضريبة دي من عليك مش هتدفعها فالمصنع بيلاقي إن هو من المربح لي ومن الأكسب لي إن هو بيعمل على إن هو بيوجه برضو جزء من الاستثمارات دي علشان يقضي على سبب التلوث علشان ما يدفعش الضريبة دي فبيعمل مسبب التلوث بيقول لك القدر اللي بتتساوى فيه تكلفة الحدية للخفض مع مقدار الضريبة بيلاقي إن أنا كل ما بخفض كل ما بخفض المسبب التلوث التكلفة دي بتقللي الضريبة وبالتالي إن أنا بدفع الاستثمار ده مرة واحدة لكن الضريبة دي بتفعها بصورة دورية فبيلاقي إن ده أكسبله فبيلجأ لإيه؟ إن هو فعلا يخفض سبب التلوث طيب حماية البيئة من التلوث بتتطلب إيه؟ أول حاجة إعداد دراسة جدوى بيئية لمشروعات التنمية الاقتصادية يعني إيه؟ يعني إنت عامل مصدع بتعمل دراسة جدوى مالية وبتقيس هتكسب قد إيه؟ لا تعمل كمان معاها دراسة جدوى بيئية هتقضي إزاي؟ على أسباب التلوث تاني حاجة الحد من الأنشطة المدمرة للبيئة خضوعها لضوابط معينة يعني المصنع هيبتدي يشوف المخلفات بتاعته المخلفات بتاعته وهو لازم هيكون فيه مخلفات زي كان فيه بيكون كل سنة ساعة جمع الرز بيحصل إيه؟ حاجة أش الرز فده كان بيسبب تلوث غير عادي في الهواء فابتدت الدولة تخطعه لضوابط معينة بحيث أنه هو فعلا هيتخلص من أش الرز ده بس مش بالصورة الخاطئة اللي بتسبب تلوث البيئة الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية زي الهواء والمية والطربة وبيعمل على تحسين نوعيتها تحسين نوعية الموارد الطبيعية دي وبيبتدي يستخدمها زي المية بيرشد في استخدام المية وبيعمل أن المخلفات ما يرميش المخلفات كده في المية مخلفات المصاريات تباش كده في الهواء وفي المية وتلوثوا التربة تدخل الدولة للحفاظ على البيئة من مختلف الأنشطة الاقتصادية يقبى فيه رقابة من الدولة من خلال وزارة البيئة التدخل التشريعي لتقليل التلوث المصاحب للاستخدام غير الكفت يعني بيكون عندي قوانين عشان تقلل التلوث وتحجب مسببات التلوث يكون عندي توفير معلومات المطلوبة في مجال حماية البيئة لما يجي أدور على المعلومات دي المعلومات دي فعلا بلاقيها متوفرة استخدام الحوافز للاقتصادية للحد من التلوث ممثلة في فرض الضريبة على متسبب التلوث زي ما شرحنا من شوية لازم أجمع ما بين متطلبات التنمية وما بين حماية البيئة حصر كل البيانات الأساسية عن الموارد الطبيعية والأحوال البيئية لحصد إدارة الموارد وعلشان أعمل على معالجة الخلل البيئي بعد كده بعمل ايه كمان علشان أحمي علشان أحمي البيئة أستفيد من تجارب الدول الأخرى أشوف الدول الأخرى عملت ايه عشان تتخلص من المخلفات دي وابتدي أنقلها عندي وشجع البحث العلمي إنه هو البحث العلمي اللي بيعمل على إزاي إن أنا أتخلص من مخلفات معينة بصورة صديقة للبيئة بصورة ما تضر ليش البيئة اللي عندي سواء الطربة سواء مية سواء كهرباء دعم شبكة المعلومات دايماً بيقب عندي معلومات متوفرة على طول عندي معلومات متوفرة عن الحاجات اللي أنا هعملها أو الإجراءات اللي أنا هاخدها وأنشطة الأعلام والثقافة البيئية لخدمة قضايا البيئة تعديل العمليات الإنتاجية اللي موجودة بالفعل لأكفى التقنيات اللي بتعمل على خفض درجة التلوث بلاي العمليات الإنتاجية ما فيش مانع إن أنا أعدل العملية الإنتاجية وعدل الألات المستخدمة وطريقة الإنتاج بصورة بتعمل على خفض درجة التلوث طيب عندي بقى بطبق إيه؟ مستقبل التنمية الاقتصادية في مصر عشان أحقق تنمية اقتصادية لازم يتحقق توازن وترابط ما بين قطاعات الاقتصاد المصري طيب الإنتاج السلعي هو فعلا العمود الفقري لتنمية الإنتاج المصري بس أنا عاملة مصنع المصنع ده محتاجة إيه؟ فيه خدمات إنتاجية الخدمات الإنتاجية دي إيه؟ يكون فيه نقل ومواصلات النقل دي إيه؟ طيب أنا هنقل مواد خام للمصنع ومواد خام للمزرعة وهنقل العمال وبعد كده هنقل المنتجات عشان يكون عندي وسائل نقل ومواصلات لازم يكون عندي طرق طرق مشيدة وطرق ممهدة وكباري لازم يكون عندي عشان يكون عندي مصانع يكون فيه عندي مصادر للوقود ومصادر للطاقة علشان أشغل كوادر بشرية لازم يكون عندي إيه؟ جانبين يسندول الكادر البشري ده التعليم وصحة الكادر التعليم لازم يكون مواكب لسوء العمل عامل بيعمل على إنه يكسب الكوادر البشرية دي المهارات اللازمة للعمل في سوق العمل الصحة لازم يكون عندي رعاية صحية للمواطنين وللعمال دايماً عندي رعاية صحية كل ما العامل بيكون صحته جيدة بتكون كفاءته أكبر مجهوده أعلى غيابه أقل وبالتالي بيحقق لي بالتالي بيحقق لي الأهداف اللي أنا عايزة وصلها بيحقق لي كفاءة إنتاجية رفع معدل نمو الإنتاج الصناعي إحنا إما درسنا في التنمية الاقتصادية وقلنا أن أنا أهم حاجة عندي إيه أنا عايزة أوجيه اهتمام كبير بالقطاع الصناعي بحيث أن القطاع الصناعي بنسبة نسبة الناتج من القطاع الصناعي بيستحوز على نسبة كبيرة من النتج القومي الإجمالي تكون نسبته أكبر من القطاعات التانية يبقى عشان أطبق اللي أنا درسته على التنمية الاقتصادية في مصر عايزة أعمل إيه عايزة أعمل رفع معدل نمو الإنتاج الصناعي إزاي تخطيط صناعي علمي سليم تخطيط صناعي علمي سليم إيه دلوقتي المدن الجديدة دلوقتي كل المدن الجديدة بتعمل جزء منها منطقة صناعية علشان المصانع تبقى علشان المصانع دي تشايت في الأماكن دي وتبقى مجهزة لبناء المصانع وتبقى بعيد عن المساكن وعن السكان تنظيم سياسي واجتماعي لاستصارة حوافز المجتمع لتعظيم الإنتاج الصناعي عندي تنظيم سياسي واقتصادي وعندي حوافز وعندي إعفاءات ضريبية علشان أشجع المستثمرين أنهم يستثمروا في المصانع دي طيب النموذج أفضل نموذج للتنمية في مصر واللي الدول النمية اللي هي الدول اللي حجمها كبير قوي من السكان هو نموذج إيه إننا مركزت بس على الصناعات الاستهلاكية لأ ده كمان الصناعات الرأس مالية والوسيطة ليه الصناعات الاستهلاكية بتلبيلي الاحتياجات الأساسية واحتياجات التصدير والصناعات الرأس مالية ووسيطة علشان تمد المصانع اللي بتنتج السلع الاستهلاكية دي بالمعدات والآلات اللازمة لها ما توسعش فيه الصناعات الاستهلاكية واضطر إن أنا استورد آلات ومعدات من بره وعلشان تنتجلي بأعلى مستوى بحيث إن أنا أوجه الفائد للتصدير النقطة اللي بعد كده أنتقل من مرحلة التصدير الصناعي المحدود لمرحلة التصدير الصناعي السريع وبيتم ده عن طريق إيه إقامة صناعات جديدة بدخل صناعات جديدة ما كانتش موجودة عندي واستخدام تكنولوجيا متطورة فتح أسواق في جميع أنحاء العالم على أساس المنافسة في السعر وفي الجودة كل ما بفتح أسواق بره أنا بيقبى مطلوب مني إيه مطلوب مني أزود الإنتاج كل ما الإنتاج بيزيد بيحقق لي الإنتاج الكبير بالتالي التكاليف السابتة بتتوزع على عدد وحدات أكبر فده بيقلل لي التكاليف السابتة وبالتالي بيقلل تكلفة الإنتاج فبقدر أقدم السلعة بسعر مناسب وبالتالي بتحقق منافسة في الأسواق الخارجية لأن أنا برضو كل ما بستخدم تكنولوجيا عالية كل ما ده كمان بيحقق لي جودة عالية مدام عندي سعر مناسب وجودة عالية فكده ممكن أفتح أسواق خارجية عشان برضو أن تنقل لمرحلة تصدير سريعة ومتوسعة لازم يكون عندي إيه؟ قاعدة تكنولوجية قاعدة تكنولوجية كبيرة بستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مبادرات استثمارية عندي مواطنين ومن خارج الدولة مستثمرين أجانب عايزين ييجوا يحطوا استثمارات هنا ويعملوا استثمارات زي ما اتكلمنا في التنمية الاقتصادية لازم يكون عندي إيه؟ تراكم رأس مالي يقبى تراكم رأس مالي وإيه؟ نظام تشريعي مناسب وقطع مصرفي وقوانين تشجع المستثمرين دول ونظام ضريبي يعني أنا دلوقتي كده ببتدي أطبأ التنمية الاقتصادية اللي درسناها على مستقبل التنمية الاقتصادية في مصر والتدريب الفني تدريب فني للعمالة وللفنيين وللإداريين اللي مطلوبين عندي للعمل في المشاريع الاستثمارية وتعليم هندسي وتوسع تجاري كل ده عشان أعمل إيه؟ أنتقل من مرحلة التصدير الصناعي المحدود لمرحلة التصدير الصناعي السريع وبكده ممكن أنتقل كمان مش أن أنا بس بصدر الفائد ده أنا ممكن أنتج من أجل التصدير ممكن يكون عندي طلب خارجي من الدول الأجنبية اللي بره الدولة عندي من مصر بخارج مصر على المنتجات بتاعتي صناعة إحلال الواردات صناعة إحلال الواردات بتعمل إيه؟ بتؤدي إليها مزايا إحلال الواردات يعني إيه؟ يعني بدل ما استورد السلعة أنتجها محليا لو أنا عملت كده دي ليها مزايا ممكن إيه؟ بتوفر لي عملة أجنبية تاني حاجة بتؤدي إلى حماية الصناعة المحلية من المنافسة الخارجية أنا بحمي بقى إيه؟ بحمي الصناعة بتاعتي من المنافسة الخارجية طيب بس الموضوع إحلال الواردات ده ممكن يكون ليه عيوب صعبة جدا قدام التطور الاقتصادي والتكنولي ده ممكن يكون عائق ليه؟ ممكن يؤدي لأثار ضرة على الكفاءة الانتجية ومستوى الإدارة ليه؟ إن أنا دلوقتي خلاص أنت مفيش قدامك المواطن المحلي أنت مفيش قدامك غير السلعة المحلية دي فهتاخدها أيا كان السعر وأيا كانت الجودة فبالتالي إيه؟ بيبتدي بقى بيبتدي المصنع المحلي ممكن إيه؟ ما يهتمش بالجودة فيبتدي ده ممكن يؤدي يؤثر على كفاءة الانتجية تاني حاجة عزل التسويق الصناعي عن المحليا عن المنافسة الدولية أنت خلاص عملت سوق محلي ومنتش بتسوق دولي فمفيش منافسة فأنت بتبتدي إيه؟ منعزل منتش عارف أحدث حاجة ولا أحدث الأساليب ولا مهتم أن أنت تطور من نفسك من الأساليب التسويقية بتاعته لأن خلاص هو المستهلك المحلي مفيش قدامه غير المنتج بتاعه فهو مش محتاج وسائل ترويج ولا وسائل تسويق مفيش قدامه لكده ممكن ظهور الطاقات العاطلة بسبب التوسع في الاستثمار في المعدات أو التقاعص عن متابعة التسويق طاقات عاطلة إيه؟ إن أنا ممكن تكون عندي السالعة اللي أنا بستوردها دي ما يكونش تشغل مصنع يعني مثلا إيه؟ أنا بستورد عشرين ألف وحدة المصنع اللي أنا عملته بينتج مئة ألف وحدة فعندي تمانين ألف وحدة ما بينتجه مش عايزة أنتجهم أنا مش محتاجاهم طب أنا ليه أستثمر؟ ممكن يكون الاستيراد ده أوفر لي من الإنتاج المحلي فبقى عندي طاقة عاطلة في المصنع فبالتالي أنا اشتريت معدات واشتريت آلات أنا مش محتاجاها ووجهت استثمرات في أمانها من العيوب كمان انفصال المراكز التكنولوجية والعلمية عن الصناعة المراكز التكنولوجية والعلمية أنا مش عارفة إيه الجديد في المنتج ده أو إيه الجديد في المجال ده في مجال الصناعة ده لأن أنا خلاص إيه؟ أنا بنتج محلياً وخلاص مش مش محتاجة مش محتاجة للسلع الخارجية فما بعملش عاجة ولا بقى بدرس ولا أحدث التقنيات يبقى أنا كده اتكلمت على التنمية الاقتصادية وعلى النمو الاقتصادي تعريف التنمية الاقتصادية العوامل الأساسية للتنمية الاقتصادية عوامل اقتصادية وعوامل غير اقتصادية واتكلمنا عن التخلف الاقتصادي اتكلمنا عن تلوس البيئة واثروا على التنمية الاقتصادية واتكلمنا على التنمية العربية التنمية في الدول العربية وقلنا انها بيطلق عليها تنمية الفرص الضائعة وطبقنا كل اللي قلنا ده على التنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية دلوقتي هبتدي في الموضوع الجديد اللي هو اقتصاديات المالية العامة المالية العامة والاقتصاد فيه تشابه ما بين تعريف علم الاقتصاد وعلم المالية العامة علم الاقتصاد بيبحث عن ايه؟ بيبحث عن افضل الوسائل لحل المشاكل النشأة عن تعدد الحاجات المتعددة عن طريق الموارد الطبيعية المحدودة بهدف اجباع حاجة الافراد علم الاقتصاد مشكلته ان انا عندي موارد محدودة بوجه عام الموارد عندي محدودة وحاجات الافراد دايما متعددة علم الاقتصاد بيشوف احنا هنعمل ايه؟ هنحاول نشبه حاجات الافراد دي بالموارد الطبيعية المتوفرة عندي علم المالية العامة بيدرس افضل الوسائل لاجباع الحاجات الجماعية عن طريق الموارد المالية المحدودة والمتاحة بالدولة برضو الدولة عندي في موارد مالية محدودة وعندي حاجات جماعية متعددة عشان كده بيقول فيه تشابه ما بين علم الاقتصاد وعلم المالية العامة بلاقي عندي مصطلح اسمه الموازنة العامة الموازنة العامة هي ايه؟ تقدير او توقع لنفقات وارادات الدولة لسنة لمدة سنة مقبلة بيبعندي جانبين جانب ارادات وجانب نفقات طيب ايه هي الاهمية الاقتصادية للموازنة العامة؟ اداة من ادوات السياسة المالية موازنة العامة دي اداة من ادوات السياسة المالية بحدد موارد الدولة وبحدد اوجه استخدامتها عندي جانب ارادات وجانب نفقات بلاقي مصطلح انفاق العام ايه هي النفقات العامة دي؟ مبلغ من النقود يخرج من الزمة المالية للدولة او احدى سلطتها عشان يشبه حاجة من الحاجات العامة عشان يطلق على النفقة نفقة عامة لازم تعمل ايه؟ لازم تصدر من الدولة ماشي؟ ولازم كمان تحقق نفق عام طب لو افرد النفقة دي صدرت من شخص زي مثلا التبرعات حد تبرع وبنى مستشفى يبا دي ما تعدش نفق عامة يبا عشان النفقات العامة لازم تصدر عن الدولة ولازم تحقق منفع عامة تقسيمات النفقات العامة عندي ست تقسيمات للنفقات العامة وظيفية، جغرافية، اقتصادية، انتاجية، زمنية، مالية اول حاجة التقسيم الوظيفة عندي ايه؟ بينقسم الى انا بقسم بقى النفقات العامة اول تقسيم ليها التقسيم الوظيفة التقسيم الوظيفة هعمل ايه بالنفقة دي؟ نفقات ادارية موجهة للإداريات اللي عندي لأوجه الإداريات اللي عندي الأجور النفقات المواد العدوات الكتابية النفقات الاجتماعية زي اللي بتوجه لجانب الصحة والتعليم والنفقات الاقتصادية تالت حاجة اللي هي زي النفقات اللي بتوجه لجانب الاستثمار بناء مصنع بناء مستشفى فكده بقسم النفقة طبقا للوظيفة اللي النفقة دي هتقوم بيها عندي التقسيم الجغرافي ممكن يقسم على اساس الحصة او اعتماد كل منطقة او محافظة باسم المحافظة او عن طريق الوزارة يعني ايه يعني محافظة ده موجه لمحافظة الجيزة ده موجه لمحافظة الشرقية الحصة دي او الاعتماد ده ده الاعتماد الخاص تبقا تبقا للمحافظة او عن طريق الهيئة اللي بتقوم في الانفاق ففي نفقات قومية بتقوم بيها الدولة وفي نفقات بتقوم بيها السلطات المحلية للدولة ده التقسيم الجغرافي فيه عندي التقسيم الانتاجي فيه نوع مفيد انتاجيا بيعمل على ايه رفع رفع مكانة ومستوى المجتمع تقسيم انتاجي انتاج بيعمل بيعمل مصنع بيبني مصنع بيبني بيبني كبري وفيه عندي نوع تاني نوع حيادي ملوش اي دور في تطوير شأن المجتمع ده تبقا ليه التقسيم الانتاجي للنفاق فيه عندي التقسيم المالي النفاقات النهائية دي اللي بتدفعها الدولة عشان تحصل على السلع والخدمات بتاعتها نفاقات نهائية بتحصل بيها الدولة على السلع والخدمات اللي بتحتاجها زي الادوات الكتابية اللي بتحتاجها في المصالح والوزارات بتاعتها زي وسائل النقل اللي بتحتاجها الوقود في عندي النفقات الرجعة دي المبالغ بتصرفها الدولة لكن هذا استردها في المستقبل زي قروض الدولة مثلا قدمتها للقطاع الخاص أو قروض قدمتها للجهات الأجنبية فدي بتكون فترة معينة وبتبتدي تسترد القرد مرة أخرى في عندي تقسيم زمني في عندي نفقات دورية كل شهر لازم النفقات دي أثبتها لازم النفقات دي أثبتها كل شهر بتطلع زي المرتبات الموظفين دي مرتبات شهرية وزي المعاشات طب في نفقات غير دورية ودي نفقات اللي لا تتصف بالتكرار زي مثلا حرب استثمارات عمل محطة إذاعة محطة تلفزيون عمل مصنع دي نفقات غير دورية هي نفقة بتقبقية مش مكررة ما بتتصفش بالتكرار تبقى لنفقات فيه تبقى بقسم كمان النفقات تبقى لتقسيم الاقتصادي عندي النفقات الجارية وعندي النفقات استثمارية اللي هي بتوجه للمصانع لإنشاء الكباري إنشاء الطرق فيه عندي نفقات حقيقية ونفقات تحويلية الأصار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة أصر النفقات العامة على مستوى الأسعار إيه الطلب الكل بيساوي إيه بيساوي طلب قطاع خاص زائد طلب حكومة أبص ألاقي إيه الطلب ده بيعبارة عن يا إما طلب استهلاكي يا إما طلب استثماري أبص تلاقي مستوى الأسعار إيه أبص تلاقي الأسعار زادت جدا أبص تلاقي الأسعار زادت جدا فأعمل إيه فأقول لها إيه الحكومة تعمل إيه الحكومة تبتدي إيه تشوف السلعة اللي سعرها زاد تبتدي تبتدي تعمل إيه تبتدي تعرض تبتدي إيه تزود فيها العرض تزود العرض شوية بتاع السلعة دي بحيث ان العرض يزيد فيبتدي الاسعار ايه تبتدي الاسعار تهدى لان العرض زاد فالحكومة تقدر تعمل ايه تقدر تبتدي هي تشتري تبتدي تشتري بقى السلع دي تبتدي تشتري السلع دي وتبتدي تنزلها تنفق على شراء السلع دي وتبتدي تنزلها في المنشآت خاصة بالدولة زي المجمعات الاستهلاكية لما بتلاقي سلع استهلاكية سعرها زاد بتبتدي تقوم في خدنها بتشتريها وبتبتدي تطرحها فيقوم العرض يزيد كلما بالعرض يزيد الاسعار بتقل طيب اثر النفقات العامة على مستوى العمالة امتدت مهام الدولة للمجالات الاجتماعية والتنموية فعملت ايه وظفت اعداد كبيرة من الكوادر المختلفة فبالتالي جزء كبير من النفقات دي بيذهب يعمل ايه لسداد الاجور والمرتبات اثر النفقات العامة على حجم الانتاج فيه علاقة طردية علاقة طردية يعني ايه يعني كل يعني كل ما حجم النفقات بيزيد حجم الناطج القومي الاجمالي بيزيد ليه عمال ينفق مثلا على مصنع وعمال يزود المعدات عمال يزود الالات كل ما بيزود كل ما ايه كل ما الناتج القومي الاجمالي عمال يزيد السلع والخنمات بتزيد لان الانتاج بيزيد اثر النفقات العامة على توزيع الدخل والصروة بتعيد توزيع الصروة بتعمل ايه بتستقطع جزء من دخول والصروات عشان توزعها على زاوية الدخول المحدودة زي بتاخد الضرايب بتستقطع جزء من الدخول زي الضرايب النفقات الاجتماعية بتبتدي تاخد تبرعات وبتعمل على ايه فيه زاوية الدخول المحدودة زي الاعانات الاجتماعية اللي بتقدمها الاعانات الاجتماعية اللي بتبتدي تقدمها لزاوية الدخول الضعيفة وزي العلاج على نفقة الدولة انها بتبتدي تاخد من المرضى بتبتدي تنفق على المرضى الغير قادرين وبتعمل لهم عمليات وبتعالجهم على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية الخاصة طيب النفقات العامة دي بتؤثر على حجم التجارة الخارجية وميزان المدفوعات هل بتؤثر على التجارة الخارجية طبعا بتأثر بتأثر على جانبين على جانب الصدرات وجانب الواردات جانب الصدرات الإعانات اللي بتخصص للصدرات للصناعات التصدرية بتؤثر على أسعارها في المنافسة الدولية إعانات إزاي؟ دي يجي مثلا المصنع يقوم يقدم له الوقود أو الغاز الطبيعي اللي هيشغل المصنع ده بسعره مخفض بالتالي تكلفة الإنتاج بتقل في مناطق بتقام فيها المصانع دي مناطق تصدرية بتقدم له إعفاءات ضريبية فبالتالي بتقلل نفقة الإنتاج وتكلفة الإنتاج لما بتقل بتتالي سعر السلعة سعر المنتج أو السلعة ده بيقل وبالتالي بتكون سعر الصدرات سعر قليل فده بيكون سعر تنافسي في الأسواق الدولية طيب بالنسبة للوردات بتكون بتنفق على التجارة الخارجية ممكن فعلا تنفق على إيه؟ على الوردات إنها تعلي نسبة الوردات لو عليك نسبة الوردات الرأس مالية ده بيكون إيه؟ أثر إيجابي لأن أنا هاخد الوردات الرأس مالية دي سواء في المعدات والمصانع وأحدث معدات وأحدث آلات ده بيكون أثر إيجابي لكن الأثر السلبي بيكون إيه؟ لو أنا زودت في واردات السلع الاستهلاكية فأنا عملا بقى بأنفق على سلع استهلاكية بهضر في عملة أجنبية ده بيأثار لي بالسلب على ميزان المدفوعات يبقى دي كانت الأثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة طيب أنا عندي أثار اقتصادية غير مباشرة للنفقات العامة عندي حاجة حاجتين حاجة اسمها المضاعف وحاجة اسمها المعجل العلاقة بين التغير في الانفاق العام وبين التغير المتراكم في الدخل القومي بعمل إيه؟ الزيادة في الاستهلاك كل ما بيزيد الاستهلاك إيه اللي بيحصل يا الطلب بيزيد كل ما بيزيد الدخل الاستهلاك بيزيد الطلب بيزيد طيب علشان أنا أواجه الزيادة في الطلب ده الطلب عندي يزاد على السلع الاستهلاكي طيب أنا علشان أواجه الزيادة في الطلب ده هعمل إيه؟ لازم أزود العرض طيب أزود العرض بنا نعمل إيه؟ هزود القاعدة الانتاجية للاستصمار إزاي إن أنا بشتري آلات ومعدات ومواد أولية وببتدي أوظف كوادر لازمة لزيادة الإنتاج أنا وظفت كوادر بشرية عشان تزود لي الإنتاج وظفت بتبتدي الكوادر دي إيه؟ بيبتدي يكون كل ما بزود ببتدي الدخل يزيد تاني بيدخل بقى تاني في إيه؟ في زي لوب تكرار الدخل بيزيد بالتالي الطلب بيزيد عايزة واجه الطلب واخد بالك من فكرة المضاعف والمعجل الطلب بيزيد علشان واجه الطلب لازم أزود العرض بالتالي بوسع قعدة إنتاجية في الاستثمار بشتري آلات بشتري معدات بوظف كوادر لازمة لزيادة الإنتاج وهكذا ده اللي هي فكرة المضاعف وفكرة المعجل طيب افرد أنا زودت افرد أنا الطلب عندي زاد وما قدرتش أواجه الطلب ده لو أنا ما قدرتش أواجه الطلب إن أنا معرفتش هزود الاستثمار إيه اللي هيحصل؟ أواجه بارتفاع أسعار ارتفاع شديد في الأسعار وبالتالي اللي هو إيه اللي هو التضخم اللي هو ارتفاع العام في الأسعار يبقى دي كده إحنا استعرضنا الأسعار الاقتصادية المباشرة والغير مباشرة للنفقات العامة ترجمة نانسي قنقر طيب أثر النفقات العامة على حجم الإنتاج استعرضنا الأثر الاقتصادية وغير الاقتصادية للنفقات العامة يبقى احنا كده استعرضنا جانب من جوانب الموازنة احنا قلنا الموازنة لها جانبين استعرضنا جانب النفقات العامة دلوقتي هستعرض جانب الآخر اللي هو جانب الإرادات العامة عندي تقسيمات الإرادات العامة إيه؟ أول حاجة الإرادات الأصلية والإرادات المشتقة إرادات الأصلية بتحصل عليها الدولة من مين؟ باعتبرها شخص قانوني شخص قانوني لحق التملك من غير ما تلجأ للأفراد ومن غير ما تقتطع من أموالهم لا الدولة بتحصل عليها إرادات أصلية زي إرادات قناة السويس زي الرسوم اللي بتتدفعها الطرق الحاجات دي ملك الدولة فدي بالتالي بتحقق لها إرادات فدي إرادات بتحصل عليها الدولة إيه؟ بنفسها إنها شخص ليه حق التملج وبتحصل عليه الدولة من ممتلكاتها في إرادات مشتقة بتحصل عليها الدولة إزاي؟ إنها بتقطع جزء من صروة الآخرين بطريقة أو بأخرى زي مثلا إيه؟ في إرادات مشتقة ساعات الدولة بتطلب مثلا بتيجي تبني مستشفى فبتطلب من الأفراد إنهم يتبرعوا تقول له اتبرع عشان فيه مستشفى تتبني في المكان الفلاني فبالتالي إيه؟ بتقطع جزء من صروة الآخرين فدي اسمها إرادات مشتقة مش إرادات أصلية إرادات مشتقة تالت حاجة الإرادات السيادية والإرادات العامة الإرادات السيادية هي إيه؟ هي إرادات لا يتمتع بمثلها أشخاص القانون الخاص يعني إيه؟ الدولة بس السلطة السيادية للدولة فقط هي اللي بتقوم بيها زي إيه؟ زي الضرايب ما فيش فرض بيقوم بفرض ضرايب على فرض آخر الدولة فقط هي اللي بتقوم بفرض الضرايب الرسوم زي الرسوم مثلا في استجل المدني زي الرسوم في ترخيص السيارات دي برضو الدولة منفردة بيها ما فيش أفراد بتفرد رسوم الرسوم الرسوم في الشهر العقاري الغرامات الجنائية الغرامات اللي الدولة الغرامات اللي الدولة بتفردها بتفردها مثلا في حالة مخالفات السيارات في حالة حدوث أن فيه مصنع عامل مخالفة بيئية مخالفات المباني كل دي حاجات خاصة بالدولة فيه أموال ملهاش وريس فدي الدولة بتكون بتستولي الدولة عليها بتكون ايه؟ ملكة ليها ودي بتسمى التاريكات الشاغرة ده كل ده بيمثل الإرادات السيادية للدولة الإرادات اللي ما بيتمتعش بمثلها أشخاص القانون خاصة الأفراد العاديين ما يقدروش يحققوا الإرادات دي فيه بقى النوع الثاني الإرادات العامة إرادات شبيهة بالإرادات اللي بتحصل عليها أشخاص القانون خاصة الأفراد العاديين نتيجة مشاطة اقتصاد ليه الدولة كمان ليها نشاط اقتصادي الدولة ليها عقارات وليها مباني بتحصل الإجارات بتاعت المباني دي عندها مصانع خاصة بيها زي الأشخاص بالضبط ما عندهم مصانع وبتبيع المنتجات بتاعتها وبتحصل على إرادات ليها القروض الاختيارية الدولة ممكن تمنح قروض وبتاخد فوايد القرد ده زيها زي الأشخاص العاديين بالضبط إرادات عامة فيه ناس بتقدم هبات وبتقدم إعانات للقيام بمشاريع معينة أو لسندوق معين بيمول مشاريع الدولة كل دي إرادات عامة شبيهة للإرادات الأشخاص العاديين بيحققوها فيه عندي إرادات إجبارية وإرادات اختيارية الإرادات الإجبارية بتحصل عليها الدولة إزاي بسلطتها سلطة آمرة بالإكراه بالأفراد يعني مش يعني مش بمزاجك إنك هتدفع لأ ده إنت هتدفع هتدفع زي الضرائب الدرائب إجبارية وممكن يتعرض اللي متهرب من الضرائب ده بيتعرض لغرامات وبيتعرض للحبس الرسوم إجباري علشان تحصل على الخدمة دي لازم تدفع الرسوم وإلا مش هتحصل على الخدمة إزاي استخراج البطاقة الشخصية شهادات الميلاد القروض الإجبارية ممكن الدولة تجبر بعض المؤسسات أو الشركات إن هو نسبة معينة أو قرد معين لمدة معينة وهسددها لك تاني التعويضات اللي الدولة بتقوم بيها نتيجة إتلاف مثلا أحد ممتلكتها التعويضات والغرامات الغرامات بتاعت المخالفات المباني الغرامات بتاعت السيارات غرامات تأخير في تأخير في استخراج أوراق معينة أو في تجديد أوراق معينة خاصة بغرامات نتيجة تأخير سداد مستحقات للدولة فدي غرامات إجبارية بتحصل عليها الدولة وبتكون بتحصل عليها الدولة بالإجبار من الأشخاص في بقى إرادات اختيارية اللي هي ما بتستخدمش الدولة سلطتها السيادية في الحصول عليها إرادات أملكة الدولة قروض اختيارية زي القروض الاختيارية زي زنات الخزانة اللي الدولة بتطرح زنات خزانة بيكون عندها عجز في الموازنة محتاجة تعوض العجز ده فبتتدي تطرح حاجة اسمها زنات خزانة زي ما تكون دي بتكون مدتها ما بتزيدش عن السنة بوزارة المالية بتبتدي تتصل بوزارة المالية بتقول 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 عوض الميت مليون دي ايه طب ده انا هنزل جزء طب هنعوضها ازاي دي طب انا هنزل ايه ازونات خزانة بالمبلغ ده تبتيجي تتصل الوزارة المهية بالبنك المركز وتقول لي نزل لي ازونات خزانة ازونات الخزانة بيبتدل افراد العاديين بيشتروا ازونات الخزانة دي وبيكون طبعا ليهم اه فواية مقابل مقابل اه شارع ازونات الخزانة دي بيشتريها بيدي للدولة تمن الازل وبيكون ليه في خلال الفترة دي فترة سنة بعد السنة دي بيسترد قيمة الازل وطول السنة بيقبليه بيقبليه فوايد بياخدها طول السنة كوبونات بيحصلها برضو الدولة بتدفعها له فدي كلها ايه ارادات اختيارية يبقى ده تالت نوع من الارادات ارادات اجبارية وارادات اختيارية طيب في عندي ارادات عادية وارادات غير عادية الارادات العادية دي اللي هي ايه بتحصل عليها الدولة والهيئات العامة بصورة منتظمة وبيتكرر تحصلها في مواعيد منتظمة كل سنة ميلادية مثلا زي ارادات ممتلكات الدولة زي الضرائب زي الرسوم تكون ارادات عادية بصورة منتظمة في الارادات الغير عادية دي بقى غير منتظمة بتحصل عليها من وقت لاخر عشان تواجه ظروف غير عادية فما بتظهرش في الموازنة العامة بصورة دورية لا بتظهر اه بصورة غير بصورة غير دورية اه زي القروض العامة ممكن الدولة تلجأ لقرد ممكن الدولة تلجأ انها تاخد قرد عام سواء قرد بقى محلي او قرد اجنبي او اه تعمل اصدار نقدي جديد ده النوع الرابع من الارادات اللي هي الارادات العادية والارادات الغير عادية طيب الدولة بتحصل على الارادات بتاعتها من اول حاجة ارادات املاك الدولة في حاجة اسمها الدومين العام الدومين العام اللي هي ممتلكات الدولة العامة مجموعة اموال بتمتلكها الدولة او احد الاشخاص العامة هيئة من هيئات الدولة تمتلك الممتلكات دي وبتكون مخصصة للمنفعة العامة بحكم طبيعتها زي ايه الطرق ايه الكباري المطارات المواني المباني الادارية مباني الوزرات المتاحف الحضائق العامة المناطق الاسرية دي اسمها ممتلكات الدولة العامة طبعا اللي بيستخدم الطرق والكباري بيعمل ايه بيدفع اللي هي الكارتة على الطريق ده كله مصدر من مصادر الارادات المطارات اللي بينزل في المطارات دي بيدفع رسوم والمواني المباني الادارية ابنية الوزرات المتاحف اللي بيدخل المتاحف وبيدخل الحضائق العامة وبيدخل المناطق الاسرية بيدفع رسوم اللي هي بتختلف من سواء المواطن محلي او سائح اجنبي كل دي بتمثل ارادات للدولة مصدر من مصادر ارادات الدولة طيب الدومين الخاص بقى او ممتلكات الدولة الخاصة دي حاجات منفع عامة الطرق والكباري والمطارات والمواني والمتاحف اي حد بيستخدم الحاجات دي وبيستخدمها وبيستفيد منها مقابل الرسوم اللي بيدفعها طيب في حاجة تانية اسمها الدومين الخاص او ممتلكات الدولة الخاصة يقصد بها ايه ممتلكات الدولة اللي غير معدل لاستعمال العام او الاموال اللي بتملكها ملكية خاصة بتخضع لقواعد القانون الخاص زي الاراضي الزراعية الدولة في اراضي زراعية الدولة بتمتلكها وبالتالي الاراضي الزراعية دي بيطلع منها ايه المحاصيل الدولة بتبعها وبتاخد الاسمان المحاصيل دي وبتكون بالنسبة لها مصدر من مصادر الاراضات بتاعتها الغابات الدول اللي هي فيها غابات وبتستخرج منها الاخشاب المناجم زي المناجم زي مناجم الفحم ومناجم المعادن ومناجم الدهب وبتبتدي تستخرج المعادن دي وبتبعها وتمن المبيعات دي بيكون مصدر من مصادر اراضات الدولة الدولة كمان ديها مشروعات تجارية وصناعية ديها مصانع ديها محلات خاصة بيها زي المجمعات الاستهلاكية وفيه مصانع خاصة بالدولة كل دي المصانع دي والمشروعات التجارية دي بتحقق اراضات الاراضات دي دي كلها مصدر من مصادر اراضات الدولة الدولة كمان بتمتلك ايه بتمتلك اوراق مالية اوراق مالية وبتعمل استثمار في البورصة بالاوراق المالية بتاعتها بتمتلك الاوراق المالية بتاعتها والارباح بتاعت البورصة دي وبتاعت الاوراق المالية وبتاعة الأوراق المالية بتمثل مصدر من مصادر الإرادات الخاصة بيها يبقى عندي أول مصدر من مصادر إرادات العامة إرادات أملاك الدولة واللي فرعت منها ما بين الدومين العام والدمين الخاص طيب الدومين الخاص ده زي إيه زي عندي دومين عقاري اللي هي العقارات اللي الدولة العقارات المباني بيشمل مباني وأراضي وعندي دومين مالي وعندي دومين صناعي وتجاري وبكده إحنا ابتدينا في استعراض المصادر إرادات الدولة وبإذن الله هنستكمل مصادر إرادات الدولة في الحلقة القادمة تمنياتي بالنجاح والتوفيق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة